يوما بعد آخر يتعظم النفوذ الإيراني في اليمن ورغم كل هذه الحرب التي أنهكت اليمنيين على مدى خمس سنوات تحت شعار مواجهة الدور الإيراني في اليمن إلا أن هذا الدور لم يتأثر ولم يتم القضاء عليه على شاشة إحدى القنوات التابعة لميليشي الحوثي قال قائد ما يسمى بالقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني إن دول ما يسمى محور المقاومة متحدة لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وبحسب زادة فإن هذا المحور يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط تصريح يحمل دلالات عدة من حيث توقيته المتزامن مع إعلان البحرية الأمريكية القبض على شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين أو من حيث وسيلة نشره 150 صاروخا مضادا للدبابات تمكنت البحرية الأمريكية من إحباط وصولها للحوثيين غير أن القوة النارية للحوثيين في جبهة مأرب والجوف والتي كان آخرها إسقاط الميليشيا لمقاتلة تابعة للتحالف بصاروخ أرض جو تؤكد أن ما تم إحباطه ليست سوى واحدة من سلسلة عمليات تنجح إيران من خلالها في دعم حليفها الحوثيين بأحدث الأسلحة التي يمكنها الحصول عليها بينما تواجههم مجامع عسكرية تابعة للشرعية بحليف لم تعد تدري في صف من يقف بالضبط والطيران بيحنق هل هي حماية فإن كانت حماية لهم قاولا وإن كانوا معانا جماعة لابدان يستقل قول ولا يستقل قول للجعل مع استمرار سياسة إطالة أمد الحرب فإن المكاسب تصب في خانة توسيع النفوذ الإيراني في اليمن وتساعد ميليشيا الحوثي في الحصول على مزيد من الوقت لتوطيد علاقاتها الخارجية وتجديد قبضتها الأمنية في الداخل بينما يستمر تدخل الدول مقتصرا على الإعلان عن إحباط محاولات تسليحا جديدة بين فينة وأخرى شكرا شكرا